طيب أنا معي فيلم بيبين العملية ديت وممكن برضو نكمل شرح عليه يعني إحنا عندنا الجهاز ده أو الكات كام بتكون من ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي الكاميرا دي الكاميرا دي هي حاجة رفيعة جداً بنقدر نصور بيها بعد ما ننتهي من التحضير المناسب في الفم المريض بنصور بيها دي بتدينا صورة سلسية الأبعاد بنقدر نصور بيها من جوة ومن برة وشمال ويمين وكل حاجة ودي بتغنينا بقى على المقاسات الأديمة موضوع العجينة الأديمة أن احنا ناخد مقاس ونحط في البقى ونبعث المعمل والكلام ده بعد كده الصورة بتتنيه الأوتوماتيك للسوفتوير اللي هو جهاز الكمبيوتر ده أي والبرنامج البرنامج ده البرنامج ده هو ده وقت الديزاين وهو ده أهم حاجة في الموضوع هو بقى يتم فيه تحضير احنا بنقدر بقى نشكل الحاجة زي ما احنا عايزينها بالزبط بقى أبعادها وأشكالها ولونها وكل حاجة المرحلة الأخيرة اللي هي بتقى مرحلة الخرط أو الميلينج اللي هي الجهاز بيقدر ينقل اللي احنا الدزاين أو التصميم اللي احنا اديناهوله يطلعوا حاجة نقدر نحطها في بقى المريض الخطوة دي 12 دقيقة 12 دقيقة ويطلع جاهز على التركيب يطلع جاهز مجرد بنلزاقه على طول أو نحطه في فم المريض بدون بقى بدون جزء عالي بدون فراغات بدون مشاكل للأسة بقى أسات بقى بأجزاء الملي بالمايكرون بالمايكرون تمام طب فيه سؤال بقى أنا يهمين أنا لأن أنا شفت بدايات السيراميك اشتغلت في مراكز كان فيها أقسام أسنان وإعادات أسنان وأنا كنت دكتور أطفال لكن يعني كان عندي فضول أن أنا عارب بيعملوا إيه فكان عندهم فرن كان السيراميك ده بيتعمل في فرن بالزبط ولوه زمن عشان يستوي في الفرن وليز وليز فإيه اللي في التكنولوجيا ده في الجهاز ده عوض عن الفرن أو عن التكنولوجيا القديمة لا هو ما عوضش هو فيه فرن فعلا فرن جواه أنا شايف مية شغالة جواه هو بعد مرحلة الخرط دي كده كده بيدخل فرن لكن مثلا فرن الزركن تركيبة الزركن يعني بيحتاج 12 ساعة الفرن الحديث اللي هو برضو نفس اللاين ده معمول يعني نفس آخر آخر اللاين الكات كام بياخد 12 دقيقة 12 دقيقة لكن هي نفس الفرن لازم فرن آه لازم فرن بالزبط في الزركن لكن فيه خمات تانية مش محتاجة مش محتاجة آه غير الزركن طيب احنا بنستخدم الجهاز ده في التركيبات سواء تربوش أو كوبري بنستخدمه في التركيبات بأنواحة سواء حتى الفينير وبتسامات هوليود والكوبري والكراون أو التربيش وكمان بنعمل به حشوات يعني احنا دلوقتي ممكن نعمل حشوات آه هو ده سؤالي آه يعني مش معقولة بيستخدمه في ده بس يعني أكيد بيطلع حشوة كمان بيطلع حشوة بالزبط ممكن نعمل حشوة ماتشنج قوي يعني ماشي قوي مع علون الأسنان بتفاصيلها بالسنان المجورة بالسنان المقابلة بتبقى الحشوات دي تجميلية أكتر يعني ما تقدرش تفرقها بالعين يعني الحشوة فين من الدرس فين أو السنة فين فعلا بيبقى شبه الطبيعي آه بالزبط وده بديل للحشوات بقى المعدنية القديمة اللي هي طيب نيجي بقى لحاجة مهمة جدا لأن الحاجات دي برضو بيتكلف طيب عمرها بقى عمرها في بقع العيان هل يساوي فعلا الزيادة اللي بنفعها في التكلفة؟ طيب أنا أقول لحضرتك أولا عمر التركيبة كان معتمد قبل كده على عدة عوامل يعني غير إن هي معمولة كويس يعني نفتر إن هي كده كده معمولة كويس يعني اللي بيشتغل حد متخصص في التركيبات وعملها كويس تمام أول حاجة الخامة معمولة من إيه التكنولوجيا ديت يا دكتور آمن قتحت لنا مثلا تنافس عالي قوي بين الشركات فإحنا كنا زمان بنشتغل حاجة اسمها إيماكس وحاجة اسمها زيرجون ده طبعا نتكلم على كده كده اللي هي السرامت مش اللي هي فيها معدن اللي هي القديمة طيب دخل بقى تنافس عالي بين الشركات فبقوا يعملون البلوكات أو الحاجات اللي بنقدر ننحتها دي ونطلع بها التركيبة حاجات تتحمل إن هي تكون سمكها قليل جدا وفي نفس الوقت تدسترنس أو يعني تتحمل وقوة عالية جدا أقدر بقى أمدغ عليها حاجة نشفة تمدغ عليها نشفة يعني في بعض الأحيان هي أمتن من طبقة المينة الطبيعية ده بالنسبة للخامة الحاجة التانية إن كانت مشاكل التركيبات بصفة عامة زمان إنها مش مظبوطة فبنركبها ده اللي كان يقلل عمرها يعني فهي نحط التركيبة فالمريض يبدأ يشتكي من فراغ من أكل بيدخل من ريحة وحشة منه مش مقفل معلسة كويس عليا شوية عليا شوية المشاكل دي كلها طيب إحنا عندنا حاجة دلوقتي بتطلع ومظبوط يعني طلع التركيبة الكراون الفينير أي أن كان مظبوط بالمايكرون بقل من الملي فالتفاصيل دي كلها بتنتهي يعني مشاكل اللي كانت بتأثر عمر التركيبة كلها بتكون منتهية مع التكنولوجي